بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الدارس راح نتعلم المزيد من الoperators وهو راح نتعلم two operators اثنين اللي هم increment وال decrement او الزيادة والنقص زين وش قصة الoperators هذولا طبعا operator increment هو plus plus و operator decrement هو minus هذول هم two operators خلنشوفهم في مثال افرض ان عندي هذا جزء من برنامج قلنا int x gets one بعد كده الخطوة اللي بعدها قلنا x plus plus فقط مضبوط بس هذا اللي سوينا مزين قلنا int x gets one بعدين x plus plus مضبوط هذي كلها على بعضها جملة الوحدة ما في اسناد ما في اي شي انتبل الشي هذا وش اللي راح يصير هنا خلق تبلك جنبها الجملة المشابهة لها هذه تكافئ x gets x plus one تمام هذه وهذه نفسها هذه معناها زد قيمة ال x بواحد ايا كانت قيمة ال x زدها بواحد هذه معناها بالضبط خلنشوف هنا لو عندنا الميموري هذه الميموري مثلا هذا ال x قيمته هو واحد فلما يجي نقول x plus plus يجي الكمبيوتر ياخذ القيمة هذه ويزيدها واحد فتطلع اثنين تمام طبعا ممكن واحد يسأل يقول لك وش فايدة الوبراتور هذا مدم عندنا هذه الطريقة هذه ميزتها ان الوبراتور هذا لما ترجمه الى لغة الالة يطلع عدد الانستركشنز بلغة الالة وعدد التعليمات اقل من عدد التعليمات هذه وهذا يستخدم كثيرا في التكرارة وفي اللوبس فتخيل ان الجملة هذه راح تتكرر يتكرر تنفيذها مثلا مليون مرة زين طبعا لو كانت عدد الانستركشنز اقل راح يكون الوضع افضل لانه راح تاخذ التنفيذة يكون ياخذ وقت اقل فبالتالي لما تكررها مليون مرة في النهاية راح يكون تنفيذ بلغة ماجيك اسرع هذا هو يعني من اهم فوائد الوبراتور هذا مقارنة بالطريقة هذه طبعا عندنا اكس بلس بلس وعندنا بالمقابل اكس ماينس ماينس فلو نفذنا اكس بلس بلس راح يزيدنا بدلا ما يطلع واحد اثنين اكس ماينس ماينس يعني نقص واحد خلناك تبعينا جنبها هي نفسها اكس قيتس اكس ماينس واحد نفس نفس هذه بالضبط زين فلو كانت قيمة الاكس باثنين راح يجي الكمبيوتر ويشيلنا القيمة اثنين هذه ويحطنا مكانها القيمة القيمة الاكس بعد ما ننقص واحد ستطلع القيمة واحد هذا هو معنى الابريتورز الاثنين هذول الانكريمنت والديكريمنت الآن الشي اللي بغاك تركز فيه معي شوي هو طبعا اول شي يبغاك تروح تجرب الابريتورز اكتب برنامج كذا بسيط سريع وجرب الابريتورز هذولي شغل البرنامج جرب الابريتورز شوف كيف تتغير قيمة الابريتورز مع الابريتورز هذولا بعد ما تخلص ارجع هنا الفيديو خلو نكمل نشوف بعض الاشياء المهمة طيب في حاجة هنا مهمة جدا بطريقة عمل الابريتورز هذولا طبعا البلاس بلاس والماينس ماينس زين ممكن انك تكتب اكس بلاس بلاس او ممكن انك تكتب بلاس بلاس اكس زين ممكن انك تكتبها كذا او كذا تتصال بلاس بلاس قبل او بعد السؤال وشال الفرق بين الثنتين نفس الشي طبعا ممكن انك تكتب اكس ماينس ماينس او آآ ماينس ماينس اكس طبعا ومو لازم يكون الـ variable اكس اي expression تقدر تحط عليه كذا مضبوط سواء variable او expression كامل ممكن تسوي كذلك السؤال الآن هو وشالفرق بين لما تيجي بعد و لما تيجي قبل أرجو أنك تنتبه وتركز معي في النقطة هذه ونفرض أن عندي x gets 1 معرفين حيني variable x بعدين كتبنا x gets 1 بعد كذا كتبنا y gets x plus 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 x زين طيب ركز معي هنا هذا هذا الآن operator وهذا operator الجمع اللي حنا متعودين عليه فلا تلخبط بين الأثنين مش قصة الشي هذا الآن هذا الآن عندنا x plus plus هو عبارة عن operator يغير قيمة x وفي نفس الوقت هذا كله على بعضه expression يعطينا قيمة x يرجع لنا قيمة x زين إذن هو يغير قيمة x وفي نفس الوقت هو expression يعطينا قيمة x لما تكون plus plus بعد الـ x فإنه expression هذا يعطينا قيمة x بعدين يغيرها لما تكون قبل فإنه يغير قيمة x بعدين يعطينا قيمتها بكل بساطة هذا هو الفرق بين الأثنين طيب خلنشوف الآن المثال هذا كيف يصير زين هذه هي خلن نحط الميمور هنا عندنا على جنب عشان نشوف طيب الآن عندك هنا قالك x plus 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 x أول شيء هذا طبعا عندنا الـ x زين هذا الـ x قيمة الـ x هي واحد قالك الـ y طبعا هنا نفرض أن الـ y معرفة من قبل فيها قيمة يعني زين غير معروفة أو ما فيها قيمة المهم الآن قالك قلك خذ قلك أول شيء نفذ الإكسبريشن هذا طبعا الآن الأولوية المين plus plus ولا plus 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 أعلى شيء أولوية مضبوط من بين الأوبريتور زين شفناهم كلهم plus plus minus minus هما الأعلى أولوية ما في فوقهم إلا الأقواس ممكن ترجع لي الموقع حق الشركة أوراكل اللي يمسوي الجافة عشان تشوف الشيء هذا في الجافة فهم أعلى الأوبريتور الأولوية فإذن لما يجتمعوا مع أي شيء ثاني مباشرة تكون الأولوية لهم فإذن هنا لما نجي نحسب الإكسبريشن هذا زين لما نجي نحسبه خلي حطه بلون ثاني عشان نشوف كيف نحسبه مباشرة نتنزل الزائد هذه وتحسب الجزء اللي على اللي صار هذا زين ما تعودنا وبعد كده تحسب الجزء اللي على اللي مين طيب خلنا نحسب الآن الجزء اللي على اللي صار زين الجزء اللي على هذا هنا شف مهم جدا دائم قلت لك الزائد احسب اللي صار بعدين اللي مين الآن تبي تشوف ليش أهمية الشيء هذا خلنشوف الآن اللي علي سار هذا وش رح يصير علي سار هذا عبارة عن expression رح يعطينا قيمة الـ X وفي نفس الوقت الأوبريتور هذا رح يغير قيمة الـ X السؤال أيهم اللي يصير أول بما أن الأوبريتور جاء بعد الـ X فإذا رح يعطينا قيمة الـ X أول ثم بعد كده يغير القيمة فإذا رح يعطينا قيمة الـ X اللي هي 1 بعد كده يروح يغير لقيمة الـ X في الميموري فنجي هنا نغير قيمة الـ X فتصير 2 تمام؟ انتبه اعطانا القيمة ثم نغيرها صارت أثنين طيب إذن هنا عندنا 1 اللي عليه صار الآن نجح للإكس اللي على الإيمين آه الآن معده 1 لنغيرها هذا في الاكس اللي على الإيمين الآن صارت صارت 2 فهذه صارت 2 ف1 زائد 2 فعليا يكون 1 زائد 2 اللي هو يساوي 3 بعد كده يخزل لنا 3 роازي في الY فهنا الY يصير فيها 3 زين؟ نركز مرة ثانية هنا الوبريتور هذا هو عبارة عن expression يعطينا قيمة الـ x وفي نفس الوقت يغير قيمة الـ x فهو لما جينا هنا جاء أعطانا قيمة الـ x اللي هو 1 وبعد كده غير قيمة الـ x زادها بـ 1 صارت 2 لأنه جاء بعد الـ x طيب خلنا عكس العملية زين؟ ولنفرض أنه ولنفرض أن البرنامج هنشيل هذه كده على جمب هنا زين؟ ونشيل هذه هنا على جمب ونعيد كتابة البرنامج من جديد أنا ببقي هذه هنا خلها كده مضبوط نشوف لو كانت y gets plus plus x plus x وش رح يصير؟ زين؟ خل نصفر القيم هنا مرة ثانية للقيم الأساسية الـ x بواحد والـ y غير معروفة قيمتها ماذا سيصير هنا بالحالة هذه؟ نحن نجي طبعا الأولوية هي للـ plus plus دائما فإذا الزائد رح تنزل كما هي نحسب الجزء اليسار ثم بعد كده نحسب الجزء اليمين نجينا الجزء اليسار يقول لك هنا زد قيمة الـ x بعدين عطنا قيمتها هنا قال لك عطنا قيمة الـ x بعدين زدها هنا قال زد القيمة بعدين عطنا القيمة فزد قيمة الـ x أول فيصير الـ x بـ 2 بعدين عطنا قيمة الـ x اللي هي أثنين نجي هنا اليمين الآن خلصنا من الـ x نجي لليمين الآن كم قيمة الـ x؟ قيمة الـ x بـ 2 و 2 زايد 2 يعطينا 4 ماذا؟ أرجو أن يكون الفرق بين الـ 2 هذا اللي واضح طبعا بعد كده نحط الأربعة في الـ y تمام؟ طيب خلنشوف الآن مثال أخير خلنسحب هذه هنا عندنا خلنسحب حد تحت ثم بعد كده نشوف مثال أخير على الـ operators هذه زين؟ نفرض أن نقلنا هنا y gets x plus x plus plus تمام؟ خلنشوف هذه كيف راح يتنفذ أود أن توقف الفيديو وتحاولا بعدين ترجع تجرب هنا طيب أتمنى أنك جررت خلنشوف طبعا هنا عندنا زائد وعندنا هذا زائد زائد هذا الأعلى أولوية فبالتالي الزائد راح ينزل نأخذ الجزء اللي يسار والجزء اليمين نحسبهم أول شي نبدأ بالليسار بعد كده باليمين طبعا الـ x هنا بواحد زين؟ الـ x هنا قيمتها بكم؟ بواحد فإذن هذه بواحد الآن هنا أول نأخذ قيمة الـ x بعدين نزيدها فإذن أول نأخذ قيمة الـ x اللي بواحد بعد كده نزيدها فتصير الـ x هنا أثنين تمام؟ 1 زائد 1 يعطينا أثنين ونضع القيمة في الـ y فتصير الـ y أثنين مضبوط إذن لاحظ كيف الأوبريتور هذا شوي يلخبط الأوبريتور الإنكريمنت إذا جاء قبل أو جاء بعد خصوصا إذا جاء في إكسبريشن إذا كان هو جزء من إكسبريشن غالبا أنت راح تشوف بالطريقة اللي وريتك إياها زي كذا وأنا نصيحتي لك لا تستخدموا إلا بالطريقة هذه الوحدة أو راح نشوف في مبعد c-small-for-loop فنشوف نستخدم هذا كثيرا عند المستخدم الـ for-loop في التكرار لكن حاول دائما نكون في سطر الوحدة بدون أي شيء معه يعني معنا أن يكون كأنك كتبت عبارة زي كذا لكن لو شفت أحد كاتبه بالطريقة هذه فعلى الأقل تكون تقدر تفهم مهم جدا تكون تقدر تفهم مش كاتب الشخص هذا شف هذه كيف النتائج الثلاثة المختلفة فقط بسبب ترتيب قبل وبعد طبعا الوبراتور هذا فيه مشكلة هنا أو فيه اختلاف يختلف عن كل الوبراتور اللي شفناهم قبل الوبراتور الجامعة والطارح والضرب وغيرهم وهو أنه ما عدا الوبراتور هو يشترك مع الوبراتور انه يغير قيمة الـ variable في الميموري الوبراتور الجامعة والطارح لما تقول x زائد y ما تغير الـ x وال-y لاحظ ما يغير لك الـ x وال-y نفس الشيء ما تقول x تقسيم y ما تغير قيمة الـ x وال-y فقط يسوي لك عملية الطرح والقسمة أو الجامع يعطيك الناتج لكن الـ plus plus لا يغير النتيجة يغير قيمة في الميموري نسميها يغير state نسميها change changes changes the state أو حالة البرنامج يعني يغير قيمة الـ variables وفي نفس الوقت يعطيناه قيمة expression زين فهو expression وفي نفس الوقت changes the state زي assignment state assignment operator يغير لنا قيمة الـ variable اللي عليه صاره لو كان y gets something لاحظ هنا تغيرت قيمة الـ y الـ operator هذا يغير الـ y هذا وهذا يغيرون قيم الـ variables بين مبقية الـ operators ما يسوون الشيء هذا اشتركوا في القناة